واتخاذ الاجراء الرادع فيما تتبادل حكومة النظام والمعارضة الاتهامات بشأن خرق الهدنة في مناطق النزاع يدفع المدنيون الثمن وخاصة أولئك الذين طردهم القتال في حلب من منازلهم الأمم المتحدة تتحدث عن أكثر من أربعين ألف سوري فروا من الموت إلى مصير مشهول في اتجاه بلدة إعزاز الحدودية ومخيمات النازحين في باب السلام وسيجو وكانت إحصاءات سابقة ذكرت أن أكثر من خمسة وسبعين ألف نازح دخلوا إعزاز خلال شهري يناير وفبراير ونبهت الأمم المتحدة إلى أن مخيمات النازحين في المناطق الحدودية بين سوريا والتركيا باتت غير قادرة على استعاب المزيد منهم مع استمرار تدفق الألاف ما يعني زيادة الاحتياجات الإنسانية وهو ما أثار قلق منظمات الإغاثة الدولية فبالرغم من المساعي الحثيثة التي تقوم بها وكالات المساعدة الإنسانية لتلبية احتياجات آلاف النازحين يقف استمرار العمليات العسكرية عائقا أمام إصال المساعدات منظمة أطباء بلا حدود تتحدث عن أكثر من مائة ألف شخص محاصرين على الجانب السوري من الحدود التركية وخمسة وثلاثين ألفا فروا خلال الأسبوع الماضي من مخيمات على الحدود سيطر عليها مقاتل تنظيم داعش وأمام قرار تركيا غلق حدودها في وجه آلاف النازحين باستثناء المصابين بأمراض خطيرة أو الجرحة تحذر منظمات الإغاثة الدولية من مصير مجهول ينتظر آلاف سوريين هنا محمد بخشم العربية